ثم الشيطان يعمل عن طريق الغربة خلينا أحكي لك في شيء مهم بديك تسمعها سمعها واضح جدا ولا مرة سمعها ولا مرة أي اضطهاد أو أي أنظمة أو أي قوانين ضد الكنيسة استطاعت أن تتغلب على الكنيسة بل بالعكس على مر العصور والأزمان حاولوا يتخلصوا من الكتاب المقدس حاولوا يتخلصوا من المسيحيين من بداية المسيحية حاولوا بكل أنواع وسائل اضطهاد أطعموهم للوحوش وضعوهم على صلبان أحرقوهم وفعلوا ما لا يفعل بهم لكن الكنيسة زادت وانتشرت بدون ما ترفع سيف بدون ما تغزي بدون ما تأخذ سبي بدون أي وعود بشرية من نساء وأنهار وإلى آخر لا لا صمضت الكنيسة أمام كل التيارات الخطيرة الصعبة ضدها ثبتت الكنيسة ولكن أخطر ما تواجهه الكنيسة زي المملكة أي إمبراطورية لا تقهر من الخارج لكن لما بيبتد الفساد من الداخل مشان هيك يا كنيسة قومي وصهري استيقظي استيقظي كما يقول النبي إشعياء أحبائي إن الخطر الأكبر على الكنيسة من جوة لما بيبتد الشيطان يعمل بالداخل والكنيسة مش صاحية فاترة نايمة غير مستيقظة من الخارج عم بهينه فيها وعم بيجدفه على اسم الرب يسوع المسيح لكن خلينا أقول لك معلومة إنه الكنيسة هي مثل عملاق هائل بس نايم للأسف أوعى إذا استيقظ هذا العملاق وأنا لا أتقلم عن سلاح بشري لا 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 أوعى إذا استيقظ هذا العملاق قوة الكنيسة هي قوة الرب يسوع قال يسوع لشاول الترصوص لماذا تتطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس فإذا أحبائي يعمل بكل الوسائل الاضطهاد الشرس لكن الأخطر من جوه بقول الرب يسوع لبطرس سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربي لكم بدي غربي أنا طلبت لأجلك لألا يفنى إيمانك فالشيطان هو الذي يزرع الزوان وبينما المزارع نايم بيجي بالليل بيزرع مع القمح الزوان في يوم في الحصاد رح يبين القمح بحطوه في مخازن والزوان رح يحرق بالنار